السلام عليكم يا شباب اليوم حاب احكي على مباراة المنتخب السوري والمنتخب الاردنية وحسابات تتأهلوا دائما هاي الامور المعقدة بالمنتخبات السورية ان كان من رجال لناشئين دائما بحطونا بهيك مواقف سيئة بصراحة بوجع راس الجمهور وتعبروك وحللو وشيل ارقام وحط ارقام ونستنى مبارايته وتتأهل وما تأهل كل هالواجع دراس للمنتخب السوري اللي شيبونا باخر سبع ثمان سنوات رح نعكي شوية تفاصيل ورح نعرف مع بعضنا كيف يلعب المنتخب الاردني وكيف ممكن المنتخب السوري يربح على المنتخب الاردني ثلاثة صفر انا زل امي ما بحكي عاطفي انا بعطي معطيات وتفاصيلك يا ابو هاني مخدد ابو طاها يتقدم ابو طاها الى مالك الى وسير وسير كل النشابة يعيد الكرة الى وسير هنا القنبلة تأتي من وسير يفجر من خلالها الشباكة العمانية بدأها ابو طاها وبررها مالك وينجح وسير يهز الشباكة العمانية وأول شيء قلنا نشوف ترتيب المجموعة كيف صار بعد نهاية المضارات الجولة الثانية وهذا الترتيب أخذته من صفحة قناة الأردنية الرياضية جماعة وشماعة دي ينتقدني ليش المنتخب السوري أول ولا المنتخب العماني الثاني ولا ثالث هذا تصميم من صفحة اتحاد الأردني لكورت خدم المهم المنتخب الأردني بالمركز الأول ست نقاط منتخب عماني بالمركز الثاني بثلاث نقاط منتخب سوريا بالمركز الثالث بثلاث نقاط منتخب روناي بالمركز الأخير بدون أي نقاط على صعيد فارق الأهداف منتخب الأردن عنده عشرة منتخب عماني عنده هدف منتخب سوريا عنده زائد تسعة خلينا نشوف تشكيلة المنتخب الأردني كيف لعب بآخر مباراة أمام منتخب العماني طبعا المنتخب الأردني بلعب بتشكيلة 4-4-1-1 تشكيلة كتير كتير مميزة إذا شفنا بعراسة المرمى أحمد الجعادي وخلا نشوف على ربعي خط الدفاع للمنتخب الأردني هاي الديابات من ناحية اليمين أما قلبي دفاع دانيال عفافني وعرفات الحاج وأما ظهير اليسار فيصل أبو شنب لعبين وسط ارتكاز عامر الصلاح ومحمد أبو ندا وأما على صعيد لعب جناح اليمين مهند أبو طاها الفنان لعب رقم 6 إذا شفنا لعب خط الوسط أو صانع ألعاب يوسف درويش لعب جناح اليسار أمين الشنيني وأما لعب قلب هجوم رزاق بني هاني هاي تشكيل اللعب فيها أمام المنتخب العماني ومثل ما حكينا فاس فيها 1 صفر المنتخب الأردني بيعرف في لعب كرة قدم يا جماعة أنا زالما بحكي دغري وما بحكي عاطفة ولا بلف ولا بدور المنتخب الأردني بيعرف في لعب كرة قدم تيكي تاكا على أصولها بيعرف اللعب وغمية مركز كل واحد بيعرف مكانه خليني أعطيكم كمان تشكيلة المنتخب السوري بآخر مباراة اللعبها أمام المنتخب بروناي وبصراحة صفحة الاتحاد شو عم يعملوا ما بعرف يعني حتى التشكيلة أو رسم التكتيكي للمباراة ما بيعطوها مكان المنتخب الرجال أو كان المنتخب الأولمبي شفنا بحراس المرمى وسيم أيوب أحمد المقداد أحمد محمد عثمان خاد الحجة زياد غنوم مالك جنعير أوليفار كاسكا وحسن دهان محمد ريحانية وزان عثمان مصطفى عبداللطيف اللعب فيها آخر مباراة أمام بروناي كيف بلعب المنتخب الأردني بصراحة بتفوق عداديا إن كان من ناحية مهند أبو طاها إن كان من ناحية أمين شنيني بيتقلقوا هذول اللعبين وحتى بيخط الوسط وشونا زكنا الأسماء وخط الدفاع اللعبين بيتميزوا كل واحد بيعرف مهمته يا جماعة اليوم اللعبين لهم خبرة لهم فترة طويلة عم يتدربوا مع بعض اللعبوا مباراة كتيرة من الناشئين حتى وصلوا منتخب الأولمبي فعرفانين كرة قدم فكيف ممكن المنتخب السوري يربح عليهم آآ ثلاثة صفر يا جماعة إذا ربح المنتخب السوري واحد صفر رح يكش المنتخب السوري إذا ربح اتنين صفر على المنتخب الأردني آآ منتخب آآ سوري خارج التصفية تمام آآ لازم تربح ثلاثة صفر انتهى الأمر ثلاثة صفر وفيك تتأهل على النهايات مباشرة ومغضى نظر عن باقي النتائج فاليوم شفنا المنتخب السوري أمام منتخب بروني والله يا جماعة والله العظيم اللي شفت المباراة اللي شاف واللي دقق بالمباراة بعيدا عن النتيجة والله كافية عشوائية باللعب لغم أنه نحن متقدمين ومنتخب ضعيف منتخب منظم أنا للفيديو الثلاث عن الثولي عب أحكي أنه منتخب بروني مع بلعب عشوائية ما شفناه بمثل المنتخب السوري خلاص الطابة عند الحارس وشاطة وإنما تروح تروح لا فيه تنظيم فيه لعب صحيح يخسر إدعاء صفر بس يا أخي المنتخب السوري ما لعب أمامه لعب عشوائي متسرعين الكل دي سجل أهداف الكل لو يطلع بإيد وسيم أيه بحارس المر ما ليسجل هدف ما بقصر ولكن بالناحية الثانية عم نشوف المنتخب الأردني خلاص كل واحد بيعرف مهامه اعتماد على أمين شنينة وطهة مهند أبو طهة واللعب خط لعب أسلحة حربية رزاق بنيهاني هدول المعتمدين عليهم الفريق كلهم ما اعتمد عليه فكل واحد بيعرف مهامه اللعب خط الوسط بيعطي طابت له مهند أبو طهة ناحية اليمين مهند أبو طهة بيعطي له رزاق بنيهاني فهون بيعرفه وحتى الهدف في شوي تاي رح نعرض الهدف على الشاشة هدف من خارج منطقة الجزاء هدف كان شرح صاروخي الحارس اللي عماني ما تحرك عم تفرج على الطابة شلون فعلى أي أساسة تبدأ تربع على المنتخب الأردني يا منتخب سوريا والله متشاؤم ولا ولا أي شيء ولكن بنحكي معطيات أنت كنت ضايع عمام منطقة العمانية يا جماعة أمام منطقة العمانية لازم تطلع بالتعادل إذا ما رح تفوز اطلع بالتعادل واحد واحد ثانين ثانين صفر صفر ليه هو ما بتعط حالك بهيق موقف لسه حسابات وحسابات وحسابات ووجع رأس ومبعرف شو فلقيمة هل وجع رأس ولقيمة هل واسطات ولقيمة يعني خدوها مني أنا يا جماعة الخير خدوها منها الدان البيضة تمام بالمباراة الماضية بيعرفوا أنه خلص المتخب المتخب الرناي الضعيخ ما شاركوا لمصطفى السفريني لا بمباراة أمام الأردن رح يشارك أساسي مصطفى السفريني لأنه لعب فاشل ولعب واسطر لك من أيام بطول غرب أسيا من ثلاثة شهر عما نحكي لك يا رجل يا جماعة يا اتحاد يا مدرب يا فلان يا عالتان هاد ما بيعرفش اسمه كرة قدم لك دائما بتحسه خايف معبوطه بحاله طب ليش بتحطه أساسي بأول مباراة والله بتحمل مسؤولية مية بالمية لكي مو تسعين بالمية مية بالمية بتحمل مسؤولية الخسارة فياها طرح بتحلم المحاسب وأنا وأنا عند كلامي رح يشحطه أساسي أمام الأردن لك الأردن لعب الأردن منتخب قوية جماعة لحد يفكر ان هو تفوز على منتخب الأردن 3-0 وين رايحين انتوا به الزحمة هاي المتخب الأردني على أرضه وبين جمهوره وأنا بيستغر من الاتحاد السوري ولا من الاتحاد الأسوي كيف بيلعبوا هيك لازم يكون فيه حيادية المجموعة فيها أربع منتخبات الأردن عمان سوريا برونيك لازم تكون بالعراق يا أخي بالسعودية في قطر وإما كان لعبوا على أراضي محايدة الكويت كذلك بيلعب على أرضه لازم منتخب أو منتخب المجموعة سوريا بالكويت أو مجموعة منتخب الكويت كانت في الأردن هيك هيك لازم يا جماعة دائماً عامل الأرض والجمهور بيلعب دور كثير كبير رح بنشوف بالجولة الأخيرة حضور الجمهور رح يكون شي مرعب وهذا جمهور الأردني على عين والراس ودائماً بسعود منتخبات أو لأنديدهم فهذا حبيت أخبركم يا شباب إن شاء الله بنتفقل نحن بس إنه كرة قدم ما فيش اسمه تفاعل في اسمه واحد اثنين ثلاثة ألف بيك كرة قدم وانتهى الأمر عاطفة ما عاطفة هذا ما حدا بيعترف على الشي المنطخب الياباني قصر منطخب ألمانيا يا رجل ألمانيا ألمانيا بقدرها الكبير بقدرها الكبير بعالم كرة قدم فصلوا أربعة واحد فأين الثرى من الثرية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر